الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وعلاه ثم أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة المدثر ووصلنا إلى الآية الواحدة والثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفاروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنا لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها الخازن هو الذي يقوم على الشيء فالخازن في الأموال هو الذي يقوم على حفظها كذلك أصحاب النار من الملائكة هؤلاء يقومون على تعذيب أهلها وحش نارها نسأل الله العافية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادة وذلك رد على مشرك قريش حين ذكروا عدد الخزنة أي قوله عز وجل عليها تسعة عشر فلما ذكروا العدد قال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرات منكم لواحد منهم فتغلبونهم فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة يعني ليس كما يزعمون إنما هم ملائكة شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد قيل إن أبا الأشدين أي رجل اسمه كلدة ابن أسيد ابن خلف يلقب بأب الأشدين قال يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجابا منه بنفسه وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة يعني يجاذبه يعني يجذبه عشرة من الرجال لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد مصارعتي وقال إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة إلى ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب قلت أي ابن كثير ولا المنافات بين ما ذكراه والله أعلم إذا كان ما ذكره ابن كثير رحمه الله صحيحا أنه لا منافاه بين الخبرين بين القولين وأن قصة أب الأشدين هذه ثابتة فأب الأشدين هذا لم يؤمن كما ذكر لكن حديث ركانة ابن عبد يزيد فيه أنه أسلم ركانة كان أسرع العرب لم يضع أحد جنبه على الأرض فحدث أنه تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء ومعه أعنز فقال يا محمد تصارعني فقال صلى الله عليه وسلم فما تسبقني يعني ما الجائزة والعوض الذي ستعطيه لإن صرعتك قال شاه من غنم فصرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عد فقال ما تسبقني قال شات من غنم فصرعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد عد وكل مرارا مرة بعد مرة حتى قال ركانة ما وضع أحد جنبي على الأرض وما أنت بالذي تصرعني ثم أسلم ركانة ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما غنمه ولذلك رواه البيهقي وقال هذا مرسل جيد وكذا قال الألباني هذا مرسل صحيح وهذا يستدل به من يقول بأنه يجوز أخذ السبق على المصارع طبعا بضابطها وكل ما فيه تدريب وإعداد للجهاد وكل ما فيه نشر للدعوة وإقامة الدين يجوز أخذ العوض عليه قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث نصل أو خف أو حافر فهذه الآية رد على هؤلاء المشركين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائك يعني لا يقومون ولا يغالبون ولا يصارعون وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا منا للناس إلا فتنة الفتنة معنى الاختبار والامتحان إلا فتنة للذين كفروا يعني اختبارا لهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن يعني ليوقن الذين أوتوا الكتاب يعني الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى أن يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وهذا من الدليل الذي ينضم إلى الأدلة التي هي حجة على أهل الكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وأن هذا القرآن حق وكلام رب العالمين سبحانه وتعالي لذلك قال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فعندهم في كتبهم عدة عدة خزاني النار أو عدة زبانية جهنم لذلك يقول عز وجل ليستيقن الذين أوتوا يعني يوقنون ويعلمون أن هذا الرسول حق لأنه قد جاء بما يطابق كتبهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والغفلة ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب يرتاب يعني يشك ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين المرض هنا هو مرض النفاق والشك قال ابن كثير رحمه الله أي من المنافقين وكذا ذكر الكرطبي رحمه الله في تفسيره قال أي الذين ينجمون في مستقبل الزمان بعد الهجر وذكر رحمه الله أن هذا القول هو قول أكثر المفسرين أي المقصود بالمرض هنا مرض النفاق وهذه الصورة كما ذكرنا مكية عند الجميع فتكون هذه الآية من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أيضا أن القرآن من عند الله هو كلامه سبحانه وتعالى ليس بقول البشر لأنه لم يكن وقت إذ في مكة إلا مؤمن أو كافر ليس ثم صنف ثالث وهم المنافقون الذين نجموا وظهروا بعد ذلك في المدينة وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا وذكر القرطبي رحمه الله أن مثلا هنا معناها حديثا ماذا أراد الله بهذا حديثا ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا قال سبحانه وتعالى بينا الحكمة كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة إذن لابد من الإبتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لحكمة بالغة سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ يعني يظهر علمه علمه السابق سبحانه وتعالى في عباده سبحانه وتعالى فيعلم علما سبحانه وتعالى وحاسبهم عليه يعلم الصادق من الكاذب إذن لابد من الفتنة والامتحان والابتلاء وهذه طبيعة الطريق كذلك يضل الله من يشاء يضل يعني يخزي ويعمي ويهدي من يشاء يعني يرشد سبحانه وتعالى من يشاء من عباده وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو يعني مَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ وَكَثْرَتَهُمْ إِلَّا هُوَ تعالى لألا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين من شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرات والنفوس التسعة لتخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها فأفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله تعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ أي الملائكة عدد عظيم وزبانية جهنم أيضا عدد عظيم ودل على ذلك قوله صد الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونه أما التسعة عشر فهؤلاء هم مقدمي خزنة جهنم كما ذكر ابن كثير رحمه الله ثم ذكر رحمه الله أدلة على كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى من ذلك حديث الإسراء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم وحديث رواه الإمام أحمد وحديث أطيط السماء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء الأطيط هو صوت الرحل عندما يحمل شيئا ثقيلا أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم إلى السعادات تجأرون إلى الله تعالي فقال أبو ذر والله لواددت أني شجرة تعضد يعني تقطع هذا رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل وقال الترمذي حديث حسن غريب قال ابن كثير ويروى عن أبي ذر موقوفا وذكر حديثا رواه الطبراني في الكبير ولكن هذا الحديث في ضعف قال الهيثمي عروة بن مروان قال الدرق تني ليس بالقوي وكذا ذكر حديثا آخر للطبراني قال ابن كثير وهذا مرفوع غريب جدا ثم رواه بسنده عن ابن مسعود أي موقوفا عليه أنه قال إن من السماوات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وحديث العلاء بن سعد هذا رواه أحمد ولكن قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسند غريب جدا وذكر حديثا أيضا طويلا ولكن هذا الحديث منكر قال ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا بل منكر نكارة شديدة وكذا قال الذهبي حديث منكر غريب وروا محمد ابن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة بسنده عن عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطأ وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد لا بأس به فالله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة في كتابه وذكر عبادتهم وطاعتهم له سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء المشركين أنهم إن كفروا فإن لله سبحانه وتعالى عبادا يعبدونه عز وجل كما ذكرنا ملائكة سجود أبدا إلى يوم القيامة ومنهم ملائكة ركوع أبدا إلى يوم القيامة فإذا ما قامت القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لذلك الله عز وجل غني حميد غني عز وجل بذاته حميد محمود سبحانه وتعالى حميد نفسه قبل أن يخلق خلقه عز وجل ولذلك في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ويقول سبحانه يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا سبحانه وتعالى عز وجل الله عزيز سبحانه وتعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه ثم قال سبحانه وتعالى وما هي إلا ذكرى للبشر قال مجاهد وغير واحد وما هي أي النار التي وصفت التي وصفها الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما هي أي النار إلا ذكرى للبشر أي جعلها الله عز وجل تذكرة وعظة يتعظ بها ويتذكر بها الخلق ولكن لا تذكر بها إلا أهل الإيمان كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا أي حقا حقا والقمر يقسم الله عز وجل حقا كلا والقمر والليل إذ أدبر أدبر يعني ول والصبح إذا أسفر أسفر يعني أشرق وأضاء إنها لإحدى الكبر أي النار الكبر يعني الدواهي والعظائم إنها لإحدى العظائم إنها لإحدى الدواهي أي النار قال الحسن والله ما أنذر الخلائق بشيء أدهى منها فالله عز وجل قال فأنذرتكم نارا تلظى والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أنذرتكم النار إنها لإحدى الكبر أي العظائم والدواهي قاله ابن عباس ومجاهد وقتاد والضحك وغير واحد من السلف نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها نذيرا للبشر أي هذه النار لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فالإنسان له مشيئة ولكنها تابعة وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من النار وأن يوفقنا للصالحات وأن يثبتنا على ديننا وأن يختم لنا جميعا بخير أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر